يا ماما النهاردة حلقة خاصة وعايزين حضرتك بقى ايه نبدأ مع حضرتك كده محطات كتير ونبزات سريعة من كل محطة في حياة حضرتك ربنا يطول في عمرك ويديك البركة في العمر يا حبيب تقلبي تيجي نبدأ بأول محطة وهي محطة التفولة ربنا يخليكي نبدأ بمحطة التفولة والنشأة في بيت مداح النبي اللهم صلي على حضرت النبي الطفولة هي عالم سحري يتسم وعنوانه البراءة يتسم بكل ما هو جميل ويستدرجنا كده وإحنا كبار كل شوية عشان نبتسم ومرة عشان نفتكر حاجة تزعرنا وتفرحنا بالنسبة لي أنا طفولتي كانت يعني يمكن فيها يعني نوع من الإحساس العالي قوي اللي مالوش لازمة فأحيانا كان بيؤثر علي تأثير صعب كنت تقريبا طفولتي عبارة عن جدران وسقف جدران رسمت عليها أحلامي وأمالي والخيال اللي كنت عايشة فيه أما السقف فكان نوع من الإحساس بالديق شوية الإحساس بأن يعني الوالد كان صعب معانا قوي لكن في الآخر عرفت إنها كانت الجنة الحقيقية اللي أبويا سبهنة الجنة اللي حفظت كل ما هو جميل فينا فطفولتي زي ما بقولك كانت مزيج من الحب والرحمة وأحيانا الغضب وأحيانا الإحساس بأن أنا يعني غير حرة في أي تصرف عامله كل حاجة كانت تحت عينه فيش حاجة تفوت من فيش حاجة تتورب عنه نعم والحمد لله في الآخر بقت محمدة وليست مزامة إيه أكتر حاجة تعلمتها من الوالد إحنا يعني إحنا فتحنا عينينا على أمور كتير جدا استوعبناها في مرحلة قصيرة أوي يعني مثلا يعني كان هناك وعي غير عادي بالوطن تصوري بقى أيامها أول شعور كان أيام سبع أو ستة وخمسين يعني كانت فترة عصيبة يمكن إحنا ما كنتش منتبهة قوي لكن كنت شايفة اللي بيدور شايفة أبويا بيعمل إيه بدأ يبني قوض عندنا مسجد وجنبه بيت كده صغير بدأ يزود القوض وشفت بعيني يعني أهلنا في بورسعيد وهم بيهجروا وسمعت وانا صغيرة هذه القصص اللي وجعتني قوي وخوفتني قوي على الوطن وعالبيت وعلى الجدار وعلى الحياة اللي احنا عايشينها فكان فيه مزيج من الخوف ومزيج من التعلق بالوطن ومزيج بالإحساس بأن العدو ده لازم يعني لازم نستعدله فكل هذه المشاعر خدتها وأنا صغيرة دي واحد نمرة اتنين كل أمورنا بنتحاسب عليها حتى وإحنا أطفال يعني مثل مزيجت مرة البلك كروم وقعدت أحط في صوابعي كده نجد تحطي مانيكور ده كان صعب جدا جدا علي مانيكور ده كان بقى صعب من ساعتها بعد حتى اتجوزت وخلفت وعشت لوحدي أنا أبص على البتاع فأيديهم ده أخاف منه كان فيه كم أرمعة كده على الصوابع بطلنا خلاص تعلمنا الخوف من ربنا برضو وتعلمنا الحب في الله يعني كان مثلا يعد الشدة دي والعنف ده والآخر يطبطب علينا ما تزعلوش يا أبلاد احنا سبع خمس بناته ولدين ما تزعلوش يا أبلاد أنا خايف عليكم الزمن صعب أنا خايف عليكم قوي أنتوا أمانة في القابتي ويبكي أنا عرفت ربنا بالحب لو نفسي تعرفونتوا كمان بالعلم فالحمد لله عرفنا بالعلم وعرفنا بالحب وعرفنا كان طريق حلو ويصل لنا الطريق وعشان كده بقول الحمد لله على نعمة الأب اللي تعلم في مدرسة الحياة أيوة تعلم في مدرسة الحياة لا في السربون ولا في مش فاهم إيه ولا حاجة لكن عارف أبجديات التعامل مع الدنيا فانقالها لنا صحيح فيها نوع من الإيه اللي يعني الخوف أحيانا التوجس خيفة من كل الناس لكن في نفس الوقت أدانا إحساس أن المؤمن كي يصنفاطن لازم يدرك ويعرف يوازن ويفرق نعم فربنا يغفره ويرحمه أمين يا رب العالمين